اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلاب الصف الاول السنوي التجاري والفندقي وطلاب التعليم والتدريب المزدوج في حلقة جديدة من حلقات منهج مبادئ المحاسبة المالية اليوم ان شاء الله نستكمل حديثنا عن تسجيل العمليات في دفتر اليومية وهنتناول مجموعة من العمليات والاحداث المالية المتعلقة بتمويل رأس المال المشروع او تكوينه والعمليات المتعلقة بالمسخوبات احنا في الحلقات السابقة تعرفنا على الكيفية اللي بنسجل بيها او الاول بنحلل بيها العمليات لاطرفها المدينة والدينة وقلنا بنحلل العمليات وفقا لقاعدة القيد المزدوج الى طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ وقلنا بعد ما بنحلل العمليات لاطرفها المدينة والدينة بنسجل هذه العمليات في دفتر اليومية وضحنا ان احنا في ظل الطريقة الايطالية بنستخدم دفتر واحد لليومية هنسجل هذه الاحداث كل الاحداث المالية اللي هتحدث هنقوم بتحليلها من واقع الفواتر والمستناث ثم نقوم بعد كده بتسجيل هذه العملية او هذه العمليات في دفتر اليومية الهدف من تحليل عمليات ثم تسجيلها في دفتر اليومية هو طبعا ان احنا نمر بمجموعة من خطوات اطلقنا عليها خطوات الدورة المحاسبية وزي ما اوضحنا وما تمن خطوات بنمر بيهم وكل خطوة من هذه الخطوات بتمثل مهارة لابد ان انت تتمكن منها علشان تقدر توصل تهلك للخطوة التالية وعشان نوصل للاهداف العمل الخاص بنا الهدف المحاسبي ونقدر نحدد طبعا احنا في مجال العمل المحاسبي في مجال المحاسبة المالية يعني في الوحدات الاقتصادية الهدفة للربح اي منشئة الهدفة للربح بيكون هدفنا تحديد نتيجة اعمال المنشئة من الربحة وخسارة وبيان المركز المالي المنشئة عشان نقدر نوصل الهدفين دول بنمر بمجموعة من الخطوات اوضحنا في الحلقات السابقة ان احنا طبعا هم خمس خطوات اطلقنا عليهم خطوات الدورة المحاسبية لكن اوضحنا ان احنا بنعمل ايه بناخد العمليات من وقع الفواتر المستندات وبنحللها الاطرافها المدينة والدائنة ونسجلها في دفتر اليومية في شكل قيد محاسبي الخطوة التالتة طبعا ودي خطوة مهمة ان احنا بنرحل العمليات من دفتر اليومية لدفتر الاستاذ ان شاء الله في حلقتنا هنحاول ان احنا نتعرف على العمليات الخاصة بالتمويل يعني تمويل رأس المال وكذلك ايضا العمليات المتعلقة بالمسخبات واذا كان لدينا متسع من الوقت ان شاء الله هنتعرف على الكيفية اللي بنرحل بها العمليات من دفتر اليومية لدفتر الاستاذ ونعرف ايه هو دفتر الاستاذ وليه احنا بنستخدمه وليه بنرحل عملات من دفتر يوميا لدفتر الأستاذ خلونا نفكر مع بعض عزيزي الطلاب احنا عندنا مشروع او هنعمل مشروع جديد او منشأة عايزين نمول رأس المال للمشروع ده المبلغ اللي هنمول بها رأس المال هنجيبها منين طبعا ياما نجيب مبلغ نقدية يعني صاحب المنشأة ياما يودع او يقدم للمشروع مبلغ نقدا عن طريق مثلا الخزينة ياما يقدم مبلغ ايضا نقدا بس عن طريق البنك بشيك يكون له حساب جرم في البنك فيودع مثلا المبلغ دوت او يعطي للمشأة والمنشأة كلها حساب جرم في البنك تاخد هذه المبلغ تخطها فين في البنك او اني المنشأة او صاحب المنشأة يقدم مجموعة من الاصول العينية زي الاساس والسيارات والالات او يقدم مجموعة من الاصول كبداية له لتكوين رأس المال او يقدم مجموعة من الاصول والخصوم يعني ممتلكات معاه وعليه ايضا الاتزامات واخد كارضة ايضا من البنك او عليه مبلغ لاحد الدانون او كنبيالة ورق الدفع ينقل هذا الدين للمنشأة بالاضافة للممتلكات اللي بمتلكها وفي الحالة دي هيكون عند طبعا رأس المال هيكون عبارة عن الفرق بين الاصول وبين الخصوم او الالتزامات نترحهم من بعد نوصل لرأس المال الطريقة الاخيرة في تمويل رأس المال ان احنا ممكن نمول المشروع من ضمن عملات التمويل يعني احنا قلنا عملات التمويل اول حاجة هنقول ايه تمويل رأس المال ثم بعد كده ممكن المنشأة تحتاج لاموال بعيدا عن اصحاب المشروع فهتاخد اموال من غير اصحاب المشروع او من المالك ممكن تقترض من بنك او تقترض من اي شخص اخر وده اعتبر ايضا الاقتراض في حد ذاته يعد طريقة من طرق تمويل المشروع يبقى احنا قلنا عندنا اول حاجة تمويل رأس المال او تكوين رأس المال وممكن رأس المال بعد كده يحصل له زيادة فهنتعرف بقى ازاي بيتم تمويل رأس المال زي ما تعرفنا عزيزي الطلاب اللي احنا عندنا يأما بنكون رأس المال نأدا يأما بنكون رأس المال او بيتم تمويل المشروعات عن طريق رأس المال بشيك او عن طريق البنك يأما بيتم تمويل رأس المال في صورة مجموعة من الاصول العينية وكذلك النقدية او عينية فقط او يتم تمويل المشروع عن طريق التقديم اللي هيقوم طبعا بتمويل رأس المال المشروع او اللي هيمول التمويل اللي جاي من رأس المال يعني جاي من صاحب المشروع ده كله بيأثر على رأس المال عشان كده انا بقول رأس المال باي مبالغ هتيجي تمويل المشروع من اصحاب المشروع نفسها ده هتؤثر على رأس المال عشان كده بقول تكوين رأس المال او تمويل المشروع عن طريق الملاك اللي هم هيتمثلوا في رأس المال يبقى انا عندي كم طريقة يا اما نقدن يا إما عن طريق البنك يا إما عن طريق تقديم مجموعة من الأصول العينية يا إما عن طريق تقديم مجموعة من الأصول والخصوم وده جانب من جوانب التكوين أو تكوين المشروع اللي هو تكوين رأس المال أو تمويل المشروع عن طريق الملاك أو رأس المال تمويله بالأموال طيب نقدر نمول أو نقوم بعمليات تمويل لإقامة مشروعات جديدة أو أنشطة جديدة للمشروع عن طريق ناس غير الملاك على سبيل المثال إن المنشأة ممكن تاخد كارد من البنك أو تاخد كارد من أحد الأشخاص وبالتالي ده أيضا يعد عملية تمويل وهنتعرف بقى إزاي بيتم التمويل عن طريق القروض أو بيتم التمويل عن طريق رأس المال في الجزء الثاني من الحالة إن شاء الله هنتكلم عن المسخوبات والمسخوبات دي عز وجل الطلاب هي عبارة عن ما يسحبه صاحب المنشأة لاستخدامه الشخص أي مبالغ أو أي شيء سواء كان طبعا في صورة نقضية زي النقود مثلا أو يسحب مثلا أصول مثلا من أصول السبتة اللي هي الممتلكات أساس أصيرات لاستخدامه الشخصي أو ياخد بضاعة اللي هي نوع السلع المنشأة بتاجر فيها ياخدها لاستخدامه الشخصي في بيته أو له كل هذه المبالغ التي يسحبها صاحب المنشأة في أي شكل في صورة بضاعة أو في صورة أصول عينية أو في صورة نقضية تمثل مسحوبات طالما أنه سحبها لاستخدامه الشخص وليس للاستخدام في أعمال المنشأة بأي حاجة ياخد صاحب المنشأة لاستخدامه الشخص دي هتمثل المسحوبات أنا عندي حسابين محدش يقدر يأثر فيهم غير صاحب المشروع أو الملاك إيه هم الحسابين دول؟ رأس المال والمسحوبات المسحوبات دي حساب بيفتح وبيمثل النقص في حقوق ملكية صاحب المنشأة زي ما رأس المال بزوده أقدر يقدر صاحب المنشأة ياخد أو ياخد أي مبالغ من المنشأة وبالتالي رأس المال هينقص في نهاية السنة لأنه نحن في مشروع فردي عن طريق المسحوبات لأن المسحوبات في نهاية الفترة بيتم يقفلها في رأس المال لأن صاحب المشروع أودع مبالغ في المشروع كان بالنسبة له عبارة عن رأس المال وفي نفس الوقت سحب مبالغ من المشروع الاستخدام الشخصي يبقى نشيل ده من ده يعني نطرح المسخوبات أو نقفل المسخوبات في رأس المال يعني هنخفض رأس المال في نهاية السنة المالية بقيمة المسخوبات لكن خلال إجراء السنة المالية أو خلال السنة المالية خلال إجراء العمليات والأحداث المالية هنبتد نسجل عمليات المسخوبات وكذلك عمليات التمويل وعمليات زيادة رأس المال اللي هيقوم بها أصحاب المشروع خلال السنة المالية تعالوا نبدأ مع بعض ونتعرف على بعض الأمثلة وكذلك طرق تمويل المشروعات ونتعرف على المسخوبات وإذا كان لدينا إن شاء الله متسع من الوقت بإذن الله في حلقة اليوم هنكمل حديثنا عن الخطوة الثالثة من خطوات الدورة المحاسبية وهي ترحيل العمليات من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ تعالوا نشوف مع بعض أول عملية معايا وأول طريقة من طرق تمويل رأس المال أول حاجة عندي إيه هو المصود بالتمويل التمويل ده عزيزي الطلاب هو العمليات أو عمليات التمويل بشكل عام هي العمليات اللي بيقوم بها المالك لتزويد منشأته الفردية بالأموال يبقى عمليات التمويل هي العمليات اللي بيقوم بها المالك لتزويد منشأته الفردية بالأموال طيب المالك ممكن إيه؟ ممكن هو يجيب الأموال من عنده ويزور بها رأس المال او انه يقوم بالاقتراض باسم المنشأة تعالوا نشوف لو المالك قدم رأس المال نقدم في الحالة دي هتا يكون ايه تعالوا نحل عملية مع بعض احنا اتفقنا مش عايزين نحفظ مش هينفع نحفظ العمليات لكن انا على طول بحل العملية عشان نعرف القيد ده جزاي الخزينة جات مدينة ليه لان الخزينة حصاب حقيقي وطبعا نتيجة تمويل المشروع هتزيد فهتيجي مدينة مين اللي اعطى المبلغ من المنشأة في الخزينة طبعا قلنا رأس المال ورأس المال حساب شخصي والحساب الشخصي لما بيعطي بيكون دائن وفي الحالة دي هيكون الطرف المدينة عند الخزينة والطرف الدائن رأس المال انا مش حافظ القيد انا فاهم ان الخزينة مدينة لانها حصاب حقيقي زاد وفاهم ايضا ان رأس المال لازم يجي دائن لان حصاب شخصي اعطى تعالوا ناخد مثال وفي واحد مارس مثال بيقول في واحد مارس 2021 بدأ محمد هاني اللي هو صاحب المنشأة أعماله التجارية برأس مال قدره 50 ألف جنيه أودعه في خزينة المنشأة يعني أودع 50 ألف جنيه في خزينة المنشأة طبعا قلنا طالما يقول محمد هاني يبدأ على طول عملية تمويل بس عن طريق الملاك لرأس المال يبقى عن طول رأس المال بالإضافة أن الخزينة تأثرت الخزينة حساب حقيقي زاد يبقى مدين بـ 50 ألف جنيه ورأس المال حساب شخصي أعطى وبالتالي هيكون دائن يبقى القد عندي من حساب الخزينة 50 ألف جنيه إلى حساب رأس المال 50 ألف جنيه أشرح القد أعزائي الطلابي أعزائي الطلاب ممكن أقول إيه بدأ أعماله التجارية أو بدأ أعماله التجارية أو أقول بدأ محمد هاني أعماله التجارية وكتب تاريخ العملية منساش وحد ثلاثة وزيما أوضحنا ان شرح القيد جزء لا يتجزأ من القيد المحاسب ده الطريقة الاولى لتمويل رأس المال عن طريق الخزينة او مقدم الطريقة التانية لتمويل رأس المال وهي انه ممكن صاحب رأس المال لو عايز يمول المشروع هيقدم رأس المال عن طريق البنك يعني هيودع مبلغ في حساب المنشأة بالبنك ولما يودع مبلغ في حساب المنشأة بالبنك في الحالة دي طبعا حساب البنك هيكون حساب شخصي اخذ وبالتالي هيكون عزاء الطلاب برافو هيكون مدين ورأس المال هيكون حساب شخصي اعطى لرأس المال الحساب اللي بيمثل الملاك وبالتالي هيكون طرف دائم يبقى القيد عندي من حساب البنك الى حساب رأس المال وانا مش حافظ القيد انا فاهم ان البنك مدين لان حساب شخصي اخذ ورأس المال دائم لان حساب شخصي اعطى وما ننساش أعزائي الطلاب أن احنا المهارة الأساسية عندنا أن احنا نحلل العمليات لأطرافها المدينة والدائنة من واقع الفواتير والمستندات وفي ضوء قاعدة تشخيص الحسابات اللي وضحت لي أن هناك ثلاث أنواع الحسابات حسابات شخصية حسابات حقيقية حسابات اسمية أو وهمية وقالنا الحساب الشخصي أخذ مدينة أعطة دائن الحسابات الحقيقية زادت مدينة نقصد دائنة الحساب الاسم أولوهم إذا كان مصروف أو خسارة مدين بطبيعته زاد مدينة نقص دائن إذا كان إرادات أو أرباح دائن بطبيعته زاد دائن نقص مدين يبقى عندي هنا لما أدم مبلغ طبعا بإيداعه في حساب المنشئة بالبنك يعني رأس المال يعني صاحب المشروع هو اللي قام بالعملية ديت يبقى في الحالة ديت أقول من حساب البنك لحساب رأس المال وأنا مش حافظ أنا فاهم أن البنك حساب شخصي أخذ مدين ورأس المال حساب شخصي أعطى دائن تعالوا نشوف مثال بيقول في واحد مايو يعني شهر خمسة واحد خمسة 2021 بدأ أحمد طارق أعماله التجارية برأس مال ستين ألف جنيه أودعه بالحساب الجاري للمنشئة ببنك مصر المنشئة فتح حساب جاري في بنك مصر يبقى على طول عندها حساب في البنك يبقى البنك في الحالة دي يكون حساب شخصي أخذ وطبعا أحمد طارق ده صاحب المنشئة وبالتالي يكون شخص أعطى ومتمثل في رأس المال القيد عندها يكون من حساب البنك إلى حساب رأس المال بستين ألف جنيه ستين ألف جنيه زي ما أنا شايف كده بحدد أو بسجل المبلغ المدين في المدين والمبلغ الدائن في الدائن العمود الأول للمبالغ المدينة والعمود الثاني لجنبه على طول للمبلغ الدائن وما لغبطش ما جيبش الدائن في المدين ومدين في الدائن شكل القيد مهم والتنسيق اللي بيتم بقوة تسجيل القيد داخل دفتر اليومية مهم بعد كده بشح العملاء أو البدء أعماله التجارية أو ممكن أقول بدأ أحمد طرق أعماله التجارية وسجل التاريخ منساش واحد خمسة الطريقة الثالثة عزاء الطلاب لتمويل المشروع عن طريق رأس المال أو عن طريق الملاك وهو تقديم رأس المال في صورة عينية في صورة عينية يعني يا عزاء الطلاب أساس آلات سيارات عدد وأدوات كل الممتلكات العينية اللي بتمتلكها منشأة حتى لو كانت خزينة كمان لو كان عندي ممكن يقدمني مجموعة من الأصول العينية بالإضافة إلى الخزينة فأقول من مذكروين لأن الحسابات دي كلها تبعى عزاء الطلاب حسابات حقيقية الأساس والسيارات والألات والعدد والأدوات والأراضي والمباني والعقارات كل دي أصول أو ممتلكات أو حسابات حقيقية طبعا والحسابات حقيقية لما بتزيد بيكون مدينة وطبعا لما صاحب المشروعين الملكية هذه الممتلكات للمشروع إيه اللي هيحصل حسابات هذه الأصول أو حسابات هذه الممتلكات هتزيد ولما تزيد هتكون مدينة يبقى قول من مذكروين واكتب كل الممتلكات اللي قدامها صاحب المشروع لأنها تمثل حسابات حقيقية الزيادة فيها تجعلها مدينة مين اللي أعطى بقى لنا كل هذه الممتلكات طبعا صاحب المشروع وصاحب المشروع أو الملاك بنطلق عليه رأس المال وبالتالي يكون رأس المال حساب شخصي أعطى وبالتالي يكون دائم كل اللي فيها أن الطرف المدينة أكتر من حساب فهقول من مذكورين واسكر أسامي الحسابات المدينة تعالوا نشوف مثال مع بعض بيقول لي في واحد يونيو يعني واحد ستة 2021 بدأ سامي سليم أعماله التجارية بتقديم الآتي 20 ألف جنيه أكار 20 ألف جنيه ضاعة 10 ألف جنيه أساس طيب أنا عندي كده أكتر من إيه من حساب حقيقي العقاب حساب حقيقي زادة يكون مدين البضاعة حساب حقيقي زادة يكون مدين والأساس حساب حقيقي أيضا زادة يكون مدين بمقدار العشر تلاف جنيه كل المبالغ دي قدمها مين سامي سليم اللي هو صاحب المشروع وبالتالي مين اللي أعطى هذي المبالغ رأس المال وبالتالي رأس المال هيكون دائن وهذه المبالغ مدينة طبعا allطرف المدينة أكتر من حساب عكارات وبضاعة وأساس وبالتالي إذا بأقوله القيد من مذكرين حساب العكار حساب البضاعة حساب الأساس إلى حساب رأس المال عملية بتاعتها يكون القيد بتاع قيد برافو عليكم قيد مركب لأن أحد أطراف هذا القيد أكتر من حساب ونحن ت거 رفضها في الحلقات السبقة على أنواع القيود وأشكالها وقلنا عندنا قيد بسيط وقيد مركب والقيد البسيط بيكون طرف المدينة حساب واحد وطرف الدقن حساب واحد أما القيد المركب بيكون كلا طرفيه أو أحدهما أكثر من حساب. أسجل العملية في دفتر يومية من مذكورين. حساب العكارات بـ 30 ألف جنيه حساب البضاعة بـ 20 ألف جنيه حساب الأساس بـ 10 ألف جنيه إلى حساب رأس المال 60 ألف جنيه اللي هو مجموعة 20 زائد 30 زائد العشرة مجموعة الأصول أو الممتلكات اللي قدمها والحسابات الحقية اللي قدمها المالك كتمويل لمشروعه ومثلة زيادة في رأس المال أقول من مذكورين إلى حساب رأس المال وشح القيد بدء أعماله التجارية وسجل تاريخ العملية في 1-6 عندنا طرق أخرى عزيزي الطلاب وهي من الطرق المهمة لتقديم رأس المال وهي تقديم رأس المال في صورة مجموعة من الأصول والخصوم يعني عن طريقه هو هيقدم أصول وخصوم يعني أنت خليكوا معايا أنا عايز أشرح جزئية جديدة خالص وهي إيه؟ إحنا عندنا خدنا إما يقدم نقدم أو يقدم عن طريق الخزينة طبعا أو يقدم عن طريق البنك نقدم بإيداع مبلغ في الحساب الجانب أو أن يقدم مجموعة من الأصول يقدم مجموعة من الأصول النية وضحنا من مذكورين إلى حساب رأس المال الطريقة اللي ممكن يقدم بها صاحب المشروع وهي الطريقة الرابعة ممكن صاحب المشروع يقدم مجموعة من الأصول والخصوم أو towards المقدم وبالاضافة الى كده يكون علي دين يعني يكون واخد قرد هينقل المديونية القرد ده لمين للمنشأة فاصبع عنده اصول وخصوم القرد بيمثل الالتزام عليه وايضا الاصول تمثل حقوق له هتزود رأس المال مشروع طيب المعالجة المحاسبية انا في الحالة دي هتكون رأس المال هو عبارة عن الفرق بين الاصول والخصوم بين الممتلكات وبين الالتزامات او الخصوم اللي هي المتمثلة في القرد مثلا عن سبيل المسال طيب تعالوا نشوف كده المعالجة المحاسبية هيكون عندي الطريقة الخامسة او الطريقة الرابعة اللي هتكون معانا وهي تقديم رأس المال او تمويل المشروع عن تقديم اصول وخصوم من صاحب المنشأة صاحب المنشأة هيقدم اصول وخصوم يعني هيقدم الات وصيارات واساس وما شبه ذلك من ممتلكات وطبعا هي حسابات حقيقية هتزيدها تكون ايه عزاء الطلاب هتكون مدينة يبقى اخد كل اللي قدمه يعني كل الممتلكات اللي هيقدمها اقول من مذكرين اكتب الاساس والصيارات ليه طيب انا جبتها مدينة ليه لان كل هذه الحسابات هتكون حسابات حقيقية هتزيد فبالتالي هتكون مدينة وحط مبلغها في العمود الخاص بالجانب المدين طيب وإيه اللي هيكون عندي في الطرف الدائم طبعا هيكون عندي رقم واحد هيكون عندي مثلا عسابيل الكروض والدائنون وأوراق الدفع يبقى انا عندي في الطرف الدائم الخصوم اللي هتتمثل في القرد لو صاحب المنشأة كان عليه قرد ونقل مديونية القردة دي للمنشأة يبقى انا هودع هنا ايه هودع هنا حساب القرد طيب لو كان عندي طبعا ايه مثلا مبالغ على صاحب المنشأة OT دين عليه هو ونقلوا على المنشأة وده ينفع ينفع طبعا في الحالة دي تكون عند الدائنون او الموردون. ثم في الحالة دي بقول بقى الفرق بين آآ مجموع الاصول او الالتزامات اللي قدمها الاصول او الحسابات الحقيقة اللي قدمها ناقص الالتزامات اللي هي الدائنون والقروض واوراق الدفع. هيكون الفرق عنده على طول رأس المال. يعني رأس المال في الحالة دي اتعزيها الطلاب هيساوي ناقب بلنا رأس المال. هيساوي رأس المال في الحالة هيت. هيساوي الاصول ناقص الخصوم. وقلنا طبعا الاصول دي اللي هي عبارة عنها عزيزي الطلاب. الاصول دي الممتلكات. كل اللي بيمتلكوا. الاساس. السيارات. الالات. وهكذا. ناقديه بالخزينة. كل الممتلكات. ناقديه في البنك. ناقديه في البنك. كل الممتلكات. عكارات. اراضي. مباني. كل الممتلكات اللي بيمتلكها عدد وادوا دي كلها اسمها. طيب والخصوم. عبارة عن الالتزامات اللي على المنشأة لغير اصحابها. طب هو هينالتزام على المنشأة زي اي مسلا. قلنا لو كان عليه كارد واخد كارد هو من البنك. وهينقله الحساب مين? المنشأة. يبقى أنا عندي الكارد وعندي ايضا الدائنون اللي هي المبالغ اللي على صاحب المنشأة وهينقلها على المنشأة يعني هكون المنشأة اللي مدينة بها مقابل أنه هيترح على أصول نقص بخصوم وهيكون له حصة أو هيزود رأس الماله بالباقي يبقى عنده الكارد والدائنون وعنده أيضاا أوراق الدفع وديه المبالغ المستحقة على صاحب المنشأة أو على المنشأة بإثبات مادي المبالغ مستحقة على المنشأة ولكن ايه عز eure الطلاب بإثبات مادي يعني فيه مثلا كنبيالة بتثبتها او سند اذن طيب تعالوا نشوف مثال لو قال لي مثلا عملية من العمليات تعالوا نشوف مثال معايا بيقول لي مثلا في المثال دهوت بيقول لي عزيزي الطلاب بدأ احمد هاني اعماله التجارية بتقديم الاتي قال لي خمسين الف جنيه نقضية بالخزينة عشرين الف جنيه عقارات تلاتين الف جنيه سيارات وبعدين قال لي عندي كمان قرد اربعين الف جنيه طيب انا عندي على طول حل العملية يعني عندي احمد هاني بيبدأ اعماله يبقى ده عملية خص تمويل المشروع عن طريق رأس المال طيب احشوف بقى ايه الحسابات اللي قدم احمد هاني احمد هاني قدم لي ناديها بالخزينة قدم لي عقارات قدم لي سيارات والتلاتة دول اعزيزي الطلاب عبارة عن ايه عبارة عن ممتلكات طيب الممتلكات دي عبارة عن ايه حسابات حقيقية لما قدمها في المنشأة هتزيدها تكون مدينة طيب الكارد الكارد ده عبارة عن حساب ايه عبارة عن التزام على المنشأة خصم على المنشأة طيب عبارة عن ايه عبارة عن التزام على المنشأة وبيمثل دين على المنشأة في حالة انتقاله من احمد هاني الى على طول الى ايه الى المنشأة طيب يبقى انا عندي على طول رأس المال أجمع الخزينة 50 ألف زائد 20 ألف جنيه عقارات زائد 30 ألف جنيه اللي هم سيارات واطرح منهم اللي هو الكارد اللي هو كام 40 ألف جنيه طيب بالروح كده تعالوا نجمع مع بعض 50 ألف زائد 20 سبعين زائد 30 يبقوا 100 ألف جنيه يبقى كده الممتلكات اللي قدامها أحمد هاني 100 ألف جنيه الالتزامات اللي هينقلة منه للمنشئة كام 40 ألف جنيه يبقى في الحالة دي عزاق الطلاب رأس المال اللي هيكون كام مرافع عليكم هيكون 60 ألف جنيه اللي هو الفرق بين مجموعة الأصول اللي قدامها وبين مجموعة الالتزامات المتمثلة في الكارد طيب أنا عايز أسجل العملية ديت في دفتر اليومية تعالوا نحلل الأول عملية كده طبعا بنحل عملية عندي الخزينة اللي هي النقدي في الخزينة ده حساب طبعا ايه حقيقي وبالتالي هيكون زاد ولا نقص مرافع هيكون ايه زاد وبالتالي هيكون مدينة كل الممتلكات اللي قدامها أحمد هتمثل حسابات مدينة زي مثلا العقارات لو حللت العملية برضو حساب حقيقي زاد وبالتالي هيكون برضو ايه مدين طيب والسيارات أيضا حساب اه حساب حقيقي زاد هيكون مدين طيب فاضل عندي ايه قلنا ده بتلاتين قلنا الخزينة خمسين الف وعندي العقارات عشرين الف وعندي السيارات كام تلاتين الف جنيه يبقى عندي تلاتين وعشرين وخمسين اللي هم مجموعهم مية جي أحمد قدم لي ايه قرد والقرد ده حساب ايه حساب شخصي اعطى وبالتالي هيكون ايه شخصي اعطى هيكون ايه عزيزي الطلاب يكون دائن دائن بكاما عزيزي الطلاب دائن باربعين الف جنيه يبقى عندي دائن اربعين وعندي المدين مية الف اللي هو تلاتين زائد عشرين زائد خمسين يبقى يكون عندي على طول في حساب اخر وهو رأس المال اللي هو هيكون طبعا حساب شخصي اعطى اعطى كان بقى اعطى الفرق بين المية الف والاربعين اللي هم هيمثاله كاما عزيزي الطلاب هيمثاله اربعين نقص مية الف هيديني ستين الف جنيه يبقى الطرف المدينة عندي تلات حسابات اللي هو الخزينة العكارات السيارات الطرف الدائن حسابين القرد ورأس المال يبقى القيد ده قيد مركب من كلا طرفي يبقى لما سجل عملية في دفتر يوم يقول من مزكورين الخزينة العكارات السيارات الى مزكورين القرد ورأس المال كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ واوضحنا عزيزي الطلاب انه مش شرط ان الطرف يكون حساب واحد لا ده ممكن يكون اكتر من حساب زي ما اوضحنا عندنا قيد مركب من طرفي طرف المدين اكتر من حساب والطرف الدائن اكتر من حساب عارفنا الحسابات المدينة يبقى نقول من مزكورين الخزينة والعكارات والسيارات الى مزكورين الكرد ورأس المال تعالوا نشوف هنسجل ازاي العملية دي في دفتر اليومية تعالوا مع بعض نسطر دفتر اليومية نروح على دفتر اليومية على طول كده معاك ورقة وقلم وتبتدي تسطر دفتر اليومية في الكراسة بتاعتك عشان تسجل العملية طبعا واحنا قلنا هنكتفي بالاعمدة الاساسية في دفتر اليومية وهي عبارة عن اللي هي زي ما اوضحنا عزيزي الطلاب قلنا عندنا مدين دائن بيان تاريخ مدين زي ما احنا شايفين كده مدين ودائن وبيان وطاريخ انا عندي عمودين للمبالغ واحد المبلغ الطرف او مبلغ الطرف المدين واحد لمبلغ الطرف الدائن عندي مدين دائن وهنا طبعا خيات البيان اللي بكتب فيه اطراف القيد وهنا تاريخ ودي طبعا اعزيزي الطلاب صفحة دي صفحة من صفحات دفتر اليومية دفتر اليومية تعالوا نفتكر مع بعض احنا كان عندنا الطرف المدين هو ايه عزيزي الطلاب كان عندنا الطرف المدين الخزينة والعقارات والصارات والطرف الدائن الكارده رأس المالي بقول من مذكورين هبدأ طالما الطرف المدين اكتر من حساب هقول من مذكورين هنا كده هتقول من مذكورين واكتب حساب برافو الخزينة بالترتيب وعندي هنا في المبلغ أخط الخمسين ألف جنيه وبعدين أخط حساب بعدها على طول العقارات ومقدم خزينة وعقارات أخط العقارات اللي هي بكام بعشرين ألف جنيه وحساب السيارات اللي هي بكام عزيزي الطلاب السيارات بكام بتلاتين ألف جنيه كده الحسابات المدينة أقول إلى مذكورين وكتب الحسابات الدينة كان عندي في الجانب الدائم عندي القرد اللي قدمه الصحب المنشأة اللي هو بكام عزيزي الطلاب بأربعين ألف جنيه وعندي رأس المال اللي هو جيب الفرق بين مجموع الممتلكات اللي مقدمها اللي هي خمسين وعشرين وتلاتين مئة ألف جنيه نقص القرد اللي هو نقل الالتزام من عليه من عليه كشخص شخص طبيعي إلى المنشأة كشخص اعتباري أو معنوي كان الفرق كام ستين ألف جنيه لازم الطرف المدين يسوي الطرف الدان وأوضحنا أن رأس المال في الحالة ده الحالة اللي معنا الآن تم استنتاجه عن طريق إيه عزيزي الطلاب عن طريق الفرق بين الأصول اللي هي بتمثل الممتلكات أو الحسابات الحقية نقص الخصوم اللي هي اللي بتمثل الالتزامات على المنشأة طيب بعد ما حددنا الطرف المدينة الطرف الدان طبعا نشرح لإيه القط فهنقول كده طبعا بدأ أو بدأ أعماله التجارية منساش طبعا نشرح القط بتقديم أصول وخصوم وممكن نقول فقط بدأ أعماله التجارية واكتفي بذلك طبعا نسجل تاريخ العملية إذا كانت العملية عندي لها تاريخي يعني لو كانت مثلا على سبيل المساء العملية دي في 1 1 2021 هسجى العملية في 1 1 2021 دي الطريقة الزاء الطلاب اللي بيتم بيها تسجيل العمليات الخاصة بتمويل المشروع أو تمويل رأس المال ولكن إذا قام سحب المشروع بتقديم رأس المال في صورة مجموعة من الأصول ومجموعة من الخصوم عندنا طريقة أخرى من طرق تقديم رأس المال أو تمويل المشروع طبعا نحن قلنا إما بالمول المشروع عن طريق رأس المال يعني عن طريق الملاك إما بالمول المشروع عن طريق الاقتراض يبقى أنا ممكن أمول المشروع الخاص بيا إما عن طريق أن أنا اقترد من البنك وأمول المشروع أو اقترد من أي شخص وأمول المشروع أو أني اقترد منين لا مش اقترد بقى اعتمد على صاحب المشروع اللي هو المالك ان هو يمول المشروع وفي الحالة دي التلاوية صحبة للمشروع بيدل المشروع اموال فبيأثر على رأس المال واوضحنا ان احنا عندنا اربع طرق اوضحناها انه ممكن يقدم رأس المال نقدا وديه طريقة طرق التمويل ايضا او عن طريق البنك بايتاع مبالغ بدلا من خزينة المنشأة يتم ايتاع المبالغ في الحساب الجانب المنشأة في البنك او عن طريق تقديم مجموعة من الاصول او في الطريقة الاخيرة اللي احنا اوضحناها عن طريق تقديم مجموعة من الأصول ومجموعة من الالتزامات زي ما أوضحنا خدنا مثال على الالتزامات دي القرد وقلنا هيكون رأس المال هو عبارة عن الفرق بين الأصول وكذلك الالتزامات أو الخصوم واللي كان بيمثالها في مثالنا اللي هو مين اللي هو القرد طيب تعالوا نشوف بقى طرق التمويل الأخرى اللي هي عن طريق الاقتراض فالمنشاعة ممكن تقترد المنشاعة لما تقترد إيه لا يحصل عزيزي الطلاب لما تقترد في الحالة دي هنفتح حساب اسم حساب القرد هنفتح حساب اسم حساب القرد والقرد في الحالة دي يكون حساب شخصي أعطى يكون دائم والمبالغ اللي هتخدها المنشاعة إما هتودعها في الخزينة أو تودعها في حسابها الجاري في البنك يبقى أنا عند طريقتين عند الحصول على قرد إما أننا المنشاعة تاخد المبالغ تودعها في حسابها الجاري في المنشاعة في حسابها الجاري في البنك وفي الحالة دي يكون البنك حساب شخصي اخذ والقرد حساب شخصي اعطى وبالتالي هيكون البنك مدين والقرد دائم او انها تاخد الاموال ديت وتقوم بايداها عزا والطلاب داخل خزينة المنشأة وفي الحالة ديت الخزينة هتزيد والخزينة حساب حقيقي لما يزيد يكون مدين والقرد حساب شخصي اعطى وفي الحالة دي هيكون دائم تعالوا نشوف الطريقة اللي هنسجل باقي عمليات تمويل رأس المال والمتعلقة بالاقتراض اول طريقة عندي اللي هي التمويل عن طريق الاقتراض وايداع المبلغ بالخزنة في الحالة دي نقول من حساب الخزينة الاحساب الكرد او ضخمة ان الخزينة طبعا هتكون حساب حقيقي زاد ياريت نبص على الشاشة مع معا وبالتالي هيكون مدين والقرد حساب شخصي اعطى وبالتالي هيكون دائم تعالوا نشوف مثال بيقول لي في واحد اكتوبر الفين واحد وعشرين اقترطت المنشأة مبلغ عشرين الف جنيه من بنك مصر او دعته بالخزينة يبقى على طول طبعا حل العملية الخزينة حساب اه نقول بالنا البنك مالوش دور في العملية هنا هي اخدت المبلغ من بنك مصر او دعته فين في الخزينة يبقى في الحالة ديت الخزينة هي الحساب حقيقي زاد والقرد حساب شخصي اعطى وبالتالي هيكون دائم يبقى الطرف المدينة الخزينة والطرف الدائم هو القرد يبقى القيد عندي اعزائي الطلاب يكون من حساب الخزينة تلاتين الف جنيه الى حساب القرد تلاتين الف جنيه واشرح القيد الحصول على قرد من بنك مصر وسجل تاريخ العملية واحد عشرة الطريقة التانية ان هي ممكن لما تاخد القرد تقوم بايداع القرد فين في حسابها هي في البنك المنشأة لا حساب جاري في البنك فبعد ما تحصل على القرد من البنك من البنك او من اي شخص هتقوم بايداع المبلغ فين اعزائي الطلاب هتقوم بايداع المبلغ في حسابها الجاري وبالتالي البنك هيكون حساب شخصي اخذ والقرد حساب شخصي اعطى يبقى القيد عندي من حساب البنك الى حساب القرد تعالوا نشوف مثال عشان تتضح لنا العملية اكتر بيقول في تمانية اكتوبر يعني تمانية عشرة الفين واحد وعشرين اقترضت المنشئة مبلغ 20 الف جنيه من بنك مصر اودعته بحسابها الجاري بالبنك هي فاتح حساب جاري بالبنك خدت كارد من بنك مصر واودعت المبلغ اللي هو القارد دوت فيه حسابها الجاري بالبنك وبالتالي البنك يكون حساب شخصي اخص هيكون مدين ب20 الف جنيه والقارد حساب شخصي اعطى ويكون دائن القيد عندي يقول من حساب البنك 20 الف جنيه طرف مدين الى حساب القارد 20 الف جنيه طرف دائن شرح القيد أعزائي الطلاب الحصول على كارد من بنك مصر أسجل تاريخ العملية 18 2021 بأعزائي الطلاب الطريقة اللي بيتم بها تقديم رأس المال بكده بيكون تعرفنا على طرق تمويل تمويل أنشطة المنشأة وأنه بيتم تمويل أنشطة المنشأة يعني الأحداث العاملات اللي بتقوم بها إما المنشأة بتقوم بتوفير الاحتاجات المالية إما عن طريق صاحب المشروع أو الملاك اللي هو صاحب رأس المال وفي الحالة دي أعزائي الطلاب بيكون طرق التقديم أو طرق التويل يأما صاحب المنشأة بيقدم رأس المال ناعدا عن طريق الخزينة بل خزينة حصاب حقيقة زاد مدين ورأس المال يكون حصاب شخصية عاطة دائن يأما عن طريق البنك إداء مبلغ من المال في حساب المنشأة في البنك في الحالة دي يكون طرف مدين لأنه يكون حصاب شخصي أخذ ورأس المال يكون حصاب شخصي أعطى يكون طرف دائن يأما يقدم مجموعة من الأصول في الحالة دية العينية وفي الحالة دي يكون الأصولади حسبات حقيقة طبعا يكون زادت ويكون مدينة ويقول من مزكورين إلى حساب رأس المال اللي هو يكون حساب شخصي أعطى هذه الأصول الطريقة الرابعة زي ما وضعناها نحن ممكن نقدم مجموعة من الأصول العينية وكذلك مجموعة من الالتزامات أو الخصوم زي ما أوضحنا أساس سيارات ألات عدة أدوات ويكون معها مثلا حساب زي القرد أو الدائلون أو أوراق الدفع في الحالة دي أقول إن رأس المال هيساوي الأصول اللي هي الممتلكات زي ما أوضحنا ناقص على طول كده ناقص الالتزامات أو الخصوم يبقى الفرق بينهم على طول هيمسل لي رأس المال وبعدين سجل القيد من مسكورين وأكتب كل الأصول إلى مسكورين أكتب كل الالتزامات ورأس المال يكون بالفرق زي ما أوضحنا في مثالنا الصابق تعرفنا أيضا على الطريقة الثانية اللي بيتم بها تمويل مشروعات وأنشطة المنشأة وقلنا ممكن يتم التمويل عن طريق الاقتراض وقلنا المنشأة لما تأخذ القرد إما أنها تودع المبلغ بتاع القرد في الخزينة يعني في الخزينة داخل المنشأة أو تودعها في حسابها الجاري في أي بنك هي فتحة في حساب جاري وفي الحالة دي لو قلنا أوضعتها في الخزينة الخزينة يكون حساب شخصي أخذها يكون مدين وفي الحالة دي القرد يكون حساب شخصي أعطى يكون دانب من حساب الخزينة لحساب القرد أو أن يكون التمويل يتم عن طريق عن طريق مثلا أنها أخذت قرد بس أوضعت المبلغ في البنك والبنك في الحالة دي يكون حساب شخصي أخذها يكون مدين والقرد حساب شخصي أعطى هيكون دانب تعالوا نشوف مع بعض حاجة جديدة عزيزيزي الطلاب وهي المال. هناك قبلنا ان رأس المال او زيادة رأس المال يجبع الى حد كبير تمويل او تكوين رأس المال. يعني زيادة رأس المال بتتشابه مع التكوين. لكن في اختلاف ان التكوين بيبقى في بداية المشروع. يعني اول ما بدأنا المنشأة بدأ يعمل ايه صحف مشروع? يقدم امواله. لكن بعض فترة حبي يزود رأس الماله. هيعمل ايه? يبقى دي عملية تانية مختلفة. هنا بيبدأ المشروع. ما كانش فيه مشروع. هيبقى فيه موضوع جديد او فيه مشروع جديد. لكن فيه بعد كده المشروع بقى موجود واصبق شغاله. لكن صاحب المشروع حبي يزود رأس المال. وطبعا اي مبالغ هيقدم لزيادة رأس المال. هيكون اعزاء الطلاب رأس المال. حساب شخص اعطى يكون دائن. والمبالغ اللي هيقدمها او الممتلكات اللي هيقدمها ايا كانت تكون طبعا حسابات حقية هيزيدة تكون مدينة. في شبه من عمليات تمويل المشروع عن طريق رأس المال. اللي هي بتمثل ايه? تكوين رأس المال وتقديم رأس المال. وعملية زيادة رأس المال. تعالوا نشوف مع بعض. زيادة رأس المال ونتعرف على الكيفية اللي بنسجل بيها العمليات المتعلقة برأس المال داخل دفاتر المنشأة. بيقول لي لا تختلف طبعا طرق زيادة رأس المال عن طرق تكوينه. طبعا بيتم زيادة رأس المال زي بالزبط طرق التكوين. يا اما نقدر. يا اما عن طريق البنك. يا اما عن طريق تقديم مجموعة من الاصول العينية. او تقديم مجموعة من الاصول والخصوم. زيادة رأس المال. وبيكون رأس المال هو عبارة عن الفرق بين الاصول والخصوم. يعني المنشأة ممكن. لما تيجي تزود رأس المالها. ما بيختلفش الامر بزيادة رأس المال عن موضوع تقديم رأس المال. تعالوا ناخد مثال على زيادة رأس المال. بيقول لي في تسع اكتوبر الفين واحد وعشرين خصص صاحب المنشأة عقاري يمتلكه بمبلغ تلاتين الف جنيه. لأعمال المنشأة ونقلت ملكيته للمنشأة. يعني صاحب المنشأة كان عنده عقار يخصه. ام ادالي المنشأة. اي حاجة يمنحها او يعطيها صاحب المنشأة للمنشأة ده هتزود رأس المال صاحب المنشأة على طول. يبقى عندي على طول انه سيبقى حساب رأس المال حساب شخصي. اعطى برافو عليك. هيكون دائم بتلاتين الف جنيه. طب هو اعطى المنشأة يعقار. يبقى العقار ده يبقى حساب ايه? برافو حقيقي. زاد وبالتالي يكون مدين. اطراف القيدة عندي حساب العقار حساب شخصي وهيكون حساب شخصي. لا العقار حساب حقيقي زاد وهيكون مدين. لكن الرأس المال فعلا هو اللي حساب شخصي اعطى. ويكون دائم القيدة عندي هيكون من حساب العقارات الى حساب رأس المال. المبلغ في المدين تلاتين الف جنيه. المبلغ في الدائم تلاتين الف جنيه عند رأس المال. وطبعا ده عملية ايه? زيادة رأس المال بتقديم عقار في طبعا تسع عشرة الفين واحد وعشرين. تعالوا شوف مثال كمان اعزائي الطلاب على زيادة رأس المال. بيقول اللي في عشر اكتوبر الفين واحد وعشرين قدم صاحب المنشأة. ناخد بالنا عزائي الطلاب. اي مبالغ هيقدمها صاحب المنشأة للمنشأة دي هتمثل ايه? هتمثل زيادة في رأس المالي بين رأس المال حساب شخصي اعطى هيكون دائم. والمبالغ اللي قدما لها السيارة الخاصة بوه اللي نقل ملكيتها للمنشأة هتكون ايه? هساب حقيقي برافو عليك زياد وهتكون مدين. هيكون اطراف العملية عندي. الطرف المدين حساب واحد هو السيارات. يبقى من حساب السيارات باربعين الف جنيه. الى حساب رأس المال باربعين الف جنيه. اسجل عملية في دفتر اليومية من حساب السيارات باربعين الف جنيه. الى حساب رأس المال باربعين الف جنيه. دي أعزائي الطلاب الطريقة اللي بنسجل بيها العمليات المتعلقة بتمويل رأس المال وكذلك زيادة رأس المال في دفتر اليومي وزي ما وضحنا عندنا أربع طرق لتقديم رأس المال أو تقوير رأس المال أو تمويل المشروع أو أنشط المشروع عن طريق رأس المال يعني عن طريق الملاك وعندنا طريقة أخرى وهي اللي بيطلق عليه البعض اللي هي التمويل عن طريق الاقتراض يعني احنا ممكن نمول المشروع أو نجيب فلوس المشروع ولكن مش مصدرها مين الملاك ودي طبعا يمثل التزام على المتشاعة عن طريق أن المتشاعة تقترد من أحد الأشخاص أو من أحد المؤسسات اللي بيطلقون بعملية الاقتراض أو من أحد البنوك تعرفنا على أربع طرق لتقديم رأس المال وهي تقديم رأس المال نادن تقديم رأس المال عن طريق الخزينة تقديم رأس المال عن طريق البنك يعني ممكن نوضع مبلغ في الخزنة أو نوضع مبلغ في البنك باسم المنشاعة أو في حساب المنشاعة ودي يمثل زيادة في رأس المال أو تمويل ناتج عن رأس المال أو عن أصحاب المنشاعة كذلك أننا ممكن نقدم من الطريقة الثالثة مجموعة من الأصول العينية أساس سيارات ألات وممكن خزينة نقدم أو مبلغ أيضا في البنك ودي كلها تبع حسابات مدينة ورأس المال هيكون دائن أو نحن نقدم مجموعة من الممتلكات يعني مجموعة من الأصول الحسابات الحقية اللي هيكون زيادت وبالتالي يكون مدينة والطرف الدائنة هيكون طبعا كل الخصوم أو الالتزامات أو المبلغ المستحقة على المنشاعة اللي من ضمنها وأوضحنا مثل القرد هيكون حساب شخصي أعطى ويكون دائن وفي الحالة ديت عزاء الطلاب لما يكون عنده أصول وخصوم يعني أصول والالتزامات زي ما أوضحنا رأس المال هيساوي الفرق بين الممتلكات اللي هي الأصول ناقص الالتزامات زي ما أوضحنا في مثالنا العقارات زائد الخزينة زائد السيارات 300 ألف جنيه طرحناهم من مبلغ القرد اللي هو كان عزاء الطلاب 40 ألف جنيه كان الناتج 60 ألف جنيه رأس المال طرقتين تانيين أو الطرق الأخرى لتمويل رأس المال طريق تمويل رأس المال عن طريق أو تمويل المشروع آسف تمويل المشروع عن طريق الاقتراض قلنا إما نادل إما بشيك اتعرفنا أيضا على عمليات عزاء الطلاب عمليات خاصة بزيادة رأس المال وقالنا أن صاحب المنشأة يكون عنده أي ممتلك أو عنده أصل يقوم بتقديمه للمنشأة هيقوم بتقديم أي ممتلك يمتلكه للمنشأة سواء كان سيارة أو عقار وده يؤدي إلى زيادة رأس المال العمليات الثانية عزاء الطلاب اللي هي المسعوبات ونحن طبعا مش يكون معنا متسع من الوقت أن ندخل في عمليات المسعوبات لكن أنا هديكم فكرة عنها وإن شاء الله بإذن الله نكمل حديثنا عن المسعوبات في الحلقة القادمة لكن يخلوكم معايا المسعوبات هي كل ما يسحبه صاحب المنشأة من ممتلكات المنشأة لاستخدامه الشخصي أي مبالغ هيصحبها صاحب المنشأة من ممتلكات المنشأة لاستخدامه الشخصي دي بتمثل مسعوبات يبقى أي مبالغ هيصحبها صاحب المنشأة من ممتلكات المنشأة لاستخدامه الشخصي هنفتح لها أو هتبقى بتسمي المسعوبات والمسعوبات دي طبعا ما ينفعش أي حد ياخد مبالغ من المنشأة لاستخدامه الشخصي غير صاحب المنشأة وبنفتح حساب يطلق على اسمه حساب المسعوبات والمسعوبات حسابه طبيعته مدين في كل ما صاحب المنشأة ياخد أموال منشأة هيدانه يزيد وبالتالي هيظلم مدين خلال السنة ثم يقفل في نهاية السنة في حساب رأس المال عندنا الواقع كثير من المسعوبات عندنا المسعوبات نقدا والمسعوبات في صورة بضاعة وكذلك المسعوبات في صورة عينية زي الأساس والسيارات وما شبه ذلك من ممتلكات ممكن يحصل عليها صاحب المنشأة موضوع مهم جدا إن شاء الله بإذن الله نستكمله في الحلقة القادمة بشكركم وبتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله انتظرونا وحلقة جديدة من حلقات منهج مبادئ المحاسبة المالية إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته